قضية المغيبين ما تزال هذه القضية تلقي بظلالها على عوائل المغيبين في السجون الذين لا حول لهم ولا قوة إلا الدعاء هنا في هذا البيت المتهالك سقط هذا الرجل وانكسر حوضه بعدما تعرض لشلل النصفي أقعده عن الحركة والسبب لهذه الوعكة الصحية قصة تسردها زوجته أول ما جئنا على البيت نحن قاعدين في هذا الطابق الثاني بيتنا كله متدمر ماكو يعني شي سليم بي حت الأفاث كلها راحة يعني وفنصدم أبو ولادي ومن الفين سوعة كان مجلوس جلطة خفيفة انصدم جدته وراها ما قاعدنا شوية شوية عمرنا البيت بالدين وراها فترة جلطت اللخة باليمين هو كان باليسار جلطته جدت باليمين لمسكت نطق ماله السع ما ينطق ما يحكي أي شي وراها قاعدنا عمرنا البيت الحمد لله بالدين يعني فاستقرنا جدتنا بنتي يوم الأيام تقول زوجي مسك تشابه أسماء ضل السنة عندي هو من القاهر جدته جدته جدتت اللخ قوية ضربت عنه طق ما نهائيا وانشمر شمر قوية جدته بالشمر وقع انتسر حوضه ومفصله بين انتظار المغيب وشضف العيش تتواصل معاناة هذه العوائل التي ذرفت الدم بدل الدموع وسط أهمال حكومي وعدم اكتراث غير مبرر منها ما أجبر هذه العوائل على التماس المساعدة من الخيرين وعامة الناس وذلك لإنقاذ مرضاها علاجات هذا ما على حق أشتري علاج علاج بالمية بالشهر مرات أجيب له مرات يعني إذا مفراز ورنين وشع الحوض ما له كل فترة أخذه لازم والله أطالب المسؤولين الناس الخيرة يساعدوا عملية لا يماطق عليها وما ناجحة فبالشمال بأربيروا بدفتر يعني على الواحد يساعدني حتى يساويه مغيبون في السجون لا يعرف عنهم شيء قضية أرهقت عوائلهم وتركت بعضهم على فراش المرض وهم يمنون النفس بلقاء من طال انتظاره